بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن مصر المحروصة وهكذا وصفها الإمام الشعراني في كتبه لا يذكر مصر إلا بهذا اللفظ يقول مصر المحروصة نعم إنها محفوظة قد حفظها الله سبحانه وتعالى حتى قال العلماء لفظ آمنين ورد في القرآن الكريم مرتين مرة زكره ربنا عن مكة البلد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الموضع الثاني ذكره ربنا عن مصر على لسان يوسف عليه السلام وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وعندما أقسم الله سبحانه وتعالى بالأماكن المباركة المقدسة والتين والزيتون إشارة إلى بيت المقدس وطور سينين إشارة إلى أرض سيناء وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة ذكر ربنا مصر قبل أن يذكر البلد الحرام وقد ذكرت مصر في القرآن خمس مرات وقد اختلفوا في المرة الخامسة في قول ربنا اهبطوا مصرا وبعض العلماء قال هي مصر لأن موسى عليه السلام تردد بين سيناء وبيت المقدس ومصر أي في هذه المنطقة وقد ذكرت مصر في سورة يوسف مرتين وقال الذي اشتراه من مصر وأما المرة الثانية وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ثم ذكرت في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ثم ذكرت في سورة الزخرف على لسان فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كل هذا الزكر لمصر يدل على أنها بلد مباركة محفوظة مصانة وقد وصفها القرآن الكريم بهذا المعنى أنها خزائن الأرض وهكذا قال يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام ليس من أهل مصر وإنما قدم إليها فلما رأى خيرها ورأى فضائلها قال اجعلني على خزائن الأرض ما الذي دفع نبي الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا الكلام ما رأاه وما أطلعه الله عليه من خلال الوحي كما قالوا إن مصر مكتوبة في التوراة خزائن الأرض أي هذا المصطلح هو مصطلح قديم لم يأتي في القرآن الكريم فقط وإنما كان موجودا في الكتب السابقة في التوراة مصر خزائن الأرض وقد قال الكندي عن مصر جبلها مقدس ونيلها مبارك ما هو الجبل المقدس؟ جبل الطور ما هو جبل الطور الذي تجلى ربنا له؟ الحق سبحانه وتعالى تجلى لأرض مصر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال علماء الجلوجيا الجبال المحيطة بجبل الطور متشققة من أسر تجلى الحق سبحانه وتعالى على خلاف جبال سيناء الجبال المحيطة بهذا الجبل متشققة من خشية الحق سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فقد صدق الكندي فيما قال جبلها مقدس ونيلها مبارك ولذلك المصري القديم كان متعلما كان مسقفا كان متدينا فقد جاء في قوانين ماعت 42 قانون وهي مكتوبة على مقابر القدماء المصريين أنا لم أكزب أنا لم أسرق أنا لم أقتل أنا لم ألوّس مياها النيل انظروا إلى المصري القديم كيف كان يعتني بهذا النيل المبارك فهم هذا المعنى جبلها مقدس ونيلها مبارك ويصف القرآن الكريم أشجارها في أرض سيناء المباركة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالده وصبغ للآكلين مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحفظها عطفا ويرعاها ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها احفظها يا رب كما حفظتها قبل ذلك وصنها من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره احفظها واحفظ شعبها يا أكرم الأكرمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته